ونشرت روسيا صواريخ اسكندر القادرة على حمل رؤوس نووية في محيط كالينغراد وأكدت وزارة دفاع الروسية نشر صواريخ رافضة المخاوف الغربية حيث قالت إن الصواريخ قد نقلت أيدة مرات وسوف تستمر بأتنقل عبر المنطقة كجزء من تدريب للقوات المسلحة الروسية هذا وضافت موسكو إن عحد الصواريخ قد ظهر عمدا لأقمار التجسس الأمريكية لكن الولايات المتعدة فاشلت في اكتشافه وهذا يبلغ مدى نظام اسكندر لصواريخ الباليستية التاكتيكية 700 كيلومتر